شكر النجمة قوي 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 فقش بالوقت يا فقش هنلعب مع بعض ماذا لو هسألك سؤال وهيطلع لك ثلاث صور فيهم ثلاث اختيارات ولازم تختار اختيار من الاختيارات دي اوكي تمام يلا السؤال الاول لو ما بقاش فيه غير اغاني شعبي وانت هتعمل دوتو مع واحد من المطربين دول فتختار مين عبدالبسط حمودة ولا محمود الليسي ولا بوسي هعمل دوتو مع بوسي بوسي طب ليه بوسي عشان يعني انتفاهم خلاص بقى اكل عيش بقى وهي يعني ده يطلع ناتج جميل هي صوتها رائعة طبعا ايوة يا بوسي يا جامده واحلى سعبة وتحيل بوسي طيب لو رجعت بيك قالت الزمن اللي ورا وهترتبط بفنانة من الفنانات دول ترتبط بمين نجلق فتحي ولا مرفة امين ولا نبي العبيد ناخد نجلق فتحي وساقفة جبيرا نجلق ياريتنا انا نجلق فتحي يا رب ليه يا رب ما خلقتنيش نجلق فتحي يا رب ليه يلا طيب لو انت ما كنتش محمد فقال وكنت مغني شاب من اللي موجودين دلوقتي كنت تحب تبقى مين من دول؟ تامر حسني ولا حمائي ولا واق الجسر؟ تامر حسني ولا حمائي ولا واق الجسر؟ تامر حسني طبا ساقفة نجلق جل تامر حسني طب اشمعنا؟ حمائي حمائي يعني زميل الكفاح مع بعضينا تامر حالة غنائية منفرد تفكرني بنفسي وانا صغير يعني من الاول ما بدأت كده اللي هو انا بغني اللي انا عايزه طيب لو انت رجع بيك الزمن والمفروض ان انت هتعمل فيلم بطولة مع حد من الفنانات دول ساعة خاصة لو هتحطوها هيا دي لا مش فنانات فنانين رجال اختار مين محمود عبدالعزيز ولا احمد زاكي ولا نور الشريف اقسم بالله ما هجاوب لا ايه دا منفعش تلاتة بكل بكل يعني وليها الشرف يعني منفعش حد فيهم يتقال فيه كلمة طبعا تحية ومساقفة كبيرة ليهم هم التلات بس متحرفش علي تاني بقى يا بخش بقى انت بتضغط علي يا جامل قوي بصي للصورة لا معاك حقب صورة بصي للصورة زيحيا ولا محمد رحيم ولا عمرو مصطفى دا وليد ساعد طبعا الجامل جدا وليد ساعد وتحية لأبو فد طبعا طبعا وليد ساعد حساس كده زي جدا دا بليخ حمدي الوطن العربي صح ودي حقيقة مش كلام وليد لو قيسنا نجاحاته هتلاقي وده ما يقللش خالص من نجاحات الاخرين اللي موجودين دول لانهم ليهم علاماتهم الكبيرة والجيدة خاصة أنا عمرو مصطفى يعني صح بأمانة عمرو مصطفى أنا شابه ليه في الفترة اللي فاتت دي كلها هو أكتر شاب كان متحمس بيعمل أغاني وطنية وقدم الأطفال في مناسبات صح وطنية وبحيي عليها جدا جدا وهاي حد يقول فيه غير كده يبقى بيظلموا ويبقى صح بحيي بجد هيا جديدة لعمرو مصطفى الجميل وليد ساعدت بقى بتاع يعني دا أنا لو حبيبك ويمة يا نور عناية ويعني دا عسى دا 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 حيت إحساس صح آآ لا والله يقابلت شاعر بقى تغنيل وتروح حياتك مين؟ أمير طعيمة ولا أيمن بهجة أمر ولا خالد تاج الدين خالد تاج الدين أنا مش تخلتش معانا يعني مع احترامي الكامل ليه طبعا بس مع ما تقابلناش قبل كده نمى اللي اتنين التانين دول بقى أنا أصلا جايبالك السورة عشان عارفة أنا أحطك بين أيمن وأمير أيمن وأمير أيمن عمل معايا خطوط حمرة لتتر بتاع الساقة الله أمين يا رب أمين يا رب العالمين للشيخ الشعراوي يعني عمل معايا أول تجارب ليه كان دمعتين الله في ألبوم حبينا زمان لا وليد أيمن باجة أمر مش حد عادي بالنسبة لي صح يعني من أسباب نجاحات محمد فؤاد ليه فضل كبير في تاريخ محمد فؤاد أمير تقيمة هو مجدد لمحمد فؤاد وعاش معايا سنتين ولا سنة ونص بنعمل في ألبوم ابنبلد وبعدي كان أصيلي أصلي وحد من أريح الناس اللي اشتغلت معاهم في حياتي وتحية كبيرة جدا للساعر أيمن بهجة أمر طبعا وأمير تقيمة طيب قولي لو هتعمل دوتو مع مطرب قديم وده سؤال صعب تختار مين من الفنانين الكبار دول شفت أنا شاورت وطلع هناك عبد الحليم أنت حاسب والله وطلع هناك يعني عبد الوهاب ومحمد فوزي لا حلوين جدا طبعا عبد الحليم عبد الحليم وفوزي وسعب ده ده يعني ما أقدرش عليه خالص يعني حد الشقدارين عبد الوهاب خالص دول سهلين بساطئة يعني زينا كده إنما ده حرم كبير وماما زمان هنجية وهنا الحلو حياته وروحه وقوله تفسحك معاه في أي حتة وتخرجه مع بعض مبسوطة وحبه مع بعض وده يهزر ونبقى يعني لا يبقى تحية كبيرة للفنان العظيم عبد الحليم حافظ لو كنت ممثل كوميدي وإنت أصلا كوميدي وعسل بس لو كنت ممثل كوميدي بقى من اللي هو اللي إحنا شلناه من جسمك بقى كده وبقيت حد تاني تبقى مين من دول اسماعيل ياسين لا مجداد ميكي ولا سعر ولا هنيدي كوميدي كوميدي لا يعني دول يعني دول معادين في الكوميديا مراحل محدش يعرف إجابة كممثل عادي ما انت هتبقى واحد فيهم آه 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 انت هتعيش قصة حياتك إلا في النص محمد سعر كارسي وتحية كبيرة لمحمد سعد العسر ما شاء الله يعني يعني أنا بقي لي اتنين بس يكلمونوا بأصحابي لا أنا المهم إن أنا موجودة وحبك ده بالدنيا وبعدين ده افتراض اللي يزعل من الافتراض يبقى عنده اعتراض إحنا ملنا به ما علينا طيب لو هتختار واحد من دول يبقى هو نقيب الموسيقي تختار من دول تختار مي أمير عيد أنا بعتبر دايما بعتبر دايما الشغل النقابي بياخد الفنان من شغله للحقيقة فبيتظلم كفنان هو ممكن ياخد الصفة دي شرفية يبقى حدي بيدير الحكاية دي عشان هو يبقى بيخلي باله من شغله ده ما يمنعش إن وجود الأستاذ هاني شاكر بقيمته باسمه في في هذه المكانة هو أنا سمتها انتحار كلمته في مرة وهو قبل هو داخل في الانتخابات وقبت له ده انتحار وتشكر عليه موسيقين مصر لابد أن يشكروك عليه يعني إنك انت قيمة بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا فمعنى أن أنت تفضي نفسك للهم ده يعني أنت كده بتحط يعني تاريخ فنان بنعتزي بيه كلنا على الحك يعني ومتشكرين وكلنا هنقدر لك ده وربنا عينك يعني فهي هي مهمة لفنان الناس عايزة لابد أنها تبقى شرفية ويشوف شغله يعني هو طيب يعني برضه يبقى مين فيهم أعتقد أن عبد الباصد ومبروك على عبد الباصد حمودة نكابة الموسيقيين ألف مبروك يا سعد المعقيم